ايه اللي يميز يا شيف او ايه الاختلاف مدينه الشورمة اللحمة والشورمة الفراخ اللحمة والشورمة فراخ الأمام هم نفس التدبي جدا أو قريبين من بعض belle تدبيها وغالبا نفس التسويات أو قريبين من التسوي وغالبا برضوا قريبين جدا من الخضو organizas ايه اللي يختلف هقول لك الفراخ دايماً بطبيعتها بزيفرة او ان هي ق voluntad تدبيلها زيادة شوية فنضع لها خل وبنزود لها بوارات شوية لو حسنا كده أو كده وبنديها تست تومس شوية زيادة مع الخل وأكيد فيه لامون أما الشاورما اللحمة عشان أستفيد كده وستطعب بكل حاجة بواها بحط لها تست حلو قوي بحط لها عندي كباية عصير بورتقان بسم الله الرحمن الرحيم كده أو رص كباية حسب اللي عندي تمام؟ وابدأ أحط عليها كل اللي أنا عايز أقوله ولكن مزود من عند أنا بقى على البرتقان اللامون بسم الله كده وبحط عندي كمان زيت عبات شمس أو دورة عشان يبقى معايا الحاجة طرية واشتشفة وفكرة قص طوم حلوة أو معلقة طوم حلوة كده في النص تنزل كمان حتة باش تكلام لحد كده وأجيب المضرب بتاعي وأبدأ أحط البهارات واحدة واحدة وأحط كمان اللابر الرايب بدل الزبادي ونجيب عندنا المعلقة ونبدأ نحط البهارات إيه البهارات اللي عندي؟ أول حاجة نحط بسم الله عباحين ملح كمان سنة ونحط عندنا بهارات حلوة للشاورمة معلقة حلوة كده وبحط عندي حبة حبة مرحومين وبجيب عندي برضو سنة بابريكا لو حبيتت الدينون حلوة كده ويه كمان ممكن نضيف عليها لو حبينا لو حبينا سنة أعشاب ودي يعني مش شرط أنا بس بحاول أغير شوية تست شوية بعد كده المدرب بتاعنا ونبدأ لأقلب كويس جدا بسم الله ممكن نزود ماء بصل ممكن ممكن نزود ماء طماطم ممكن بس أنا عايز عمشيها في المعقول أو زي معكم شايفين كده بالتفاصيل دي كده بوهرات غريبة جدا نرجع تاني تبدأ لتا تماما تمام زي الفل أبدأ أجيب عندي اللحمة اللي متقطعة طبعا فينا جزء من الدهون أين كان الدهون كده بقالية تست كويس جدا مع الشاورين بنزلهم كده واسبها تتنقع شوية الصح والمزبوط قدي أشوف والله هنديها ساعتين تقالية عادي جدا لو جاب عندي تدبيلة فورية أو تدبيلة سريعة ممكن تبقارب أساعة ولكن أنا أحب الحاجة تقعد شوية وتتدبر كده مع نفسها ونرجع لها كمان شوية تمام لحد كده أدي كده أول حاجة عندي اتشاوري واسبها عندي تاخد وقتها على قد ما نقدر يعني نستفيد شوية طيب البصراية الحلوة دي عايزة كرملها زي عاكم شايفينها أجيب لها عندي تاوسة سؤامنا كده وهاجيب عندي النار اللطيفة دي كده بسم الله الرحمن الرحيم وهنزل بالبصراية لوحدها بس الأول كده خالص من غير أي شيء ونسيبها شوية نشوف شكلها عامل ازاي واحدة واحدة وكن نديها معلقة زبدة أو معلقة سامنة حسب اللي عامل لكن الفكرة بس تتكارب معي شوية واساس خالد انت معايا يا فنم ولا فين انت معايا شايف البصرا عامل ازاي شوف شايف المنظر بدأ ياخد اللون عامل ازاي كانت بالك هي دي الكرمالة حلو كلام نجيب بقى المبط اما ليه نعم شوفت خدك عند الطاصة عشان اخد المبط طب يلا معلش احنا بمبخ والمبخ يعني خلينا طبعيين معلقة سامنة على البصراية المكرميلة أو مكعب زبدة ايه نسيبها كده وتقش معايا ماشي الكلام الخضار هنبدأ نسوي الخضار واحدة واحدة على ما نصفي الشاورمة والشاورمة تصفيتها الصراحة عشان زي ما اتفقنا التدبيلة يعني ما تبقاش معايا في قلب الطبخة يعني ولكن هكون استفدت منها بشكل يكون تبير بعد ايه زي ما اتفقنا على اقل ساعتين من التدبيلة وانزل بياها كده هو الصفة براحتها خاص حلو الكلام كلام جميل طيب الخضار بقى اخباره ايه تصحة حلوة مضيفة لوحده بسم الله سنة ديت حلوة البصراية المكرميلة حصل شايفة فنم سيبها خمسة خلصت انا عايز اللون ده الحلو ده كمان هنسيك هنا بس ونفحها على طول هجب عندي الخضار بتاعي وانزل بالتدريج بسم الله الرحمن الرحيم انزل عندي بمصلاقة حلوة مقاها فلفل على فول تشويح لطيفة طباطن بالاواخر تشويح لطيفة حاجة تاخد بس ايه تستي حلوة كده ما تبقاش مطبوخة قوي عشان نستفيد بالخضار مش بس اللون يبقى جبان تستي كمان يبقى كل حاجة واخد حقها ده خلصان البصار المكرميل ده تحط على وش الشاورمة في الاخر وتعالى نجيب طاصة حلوة تانية سخنة نبدأ نخش على الشاورمة هنا اوسع على نفسي وعايز احط عندي كده تستي حلو بس طول نطيف كمان حتة تمام هاجي بقى عندي ليش شاورمة اللحمة وابدأ بعد ما صفيت بسم الله على طاصة سخنة جدا من غير اي زيوت بسم الله واسيب الكلام ده كله مع نفسه شوية لما يتلسع والهدف منها زي ما عارفين هتنشاورين ما ما شوية يبقى نسيبها شوية تلسع ونشوف حاجتها ايه وما يتنشف في السريع ولزب بس حيط الديهن دي جده على جرب عشان تتلسع بصرع معاهم شايف يا فنم؟ ريحة التببيلة باينة والخطرة عندي باينة طيب سدور الفراخ يلا بينا نحطها على الشاواية برضه ستاخد وقتها في الشاوي عشان بعد ما تتشاوي ان شاء الله هأفل عليها كل التركب الجبنة الحاجات دي وادخلها الفرن تاني الشاورمة تقام التقام سيبها قدام عينيه كده الخضار زي بحقكم شايفين بص منامي حاملة ازاي بديه سيكا كبان ونرفع على طول قادر الخضار بتاع الشاورمة وهاخل الطاصة السخنة دي تمام؟ هاجه اشتغل بيها تاني للشاورمة برضه حالة صفيت شوية مية من اللي نزله عندي واجي هنا على السخن بقى خالص بسم الله وكمل تسوياتي اي حتة لحمة عنده انا موصفها ايه اللي بعده يا شاف؟ يلا بينا نشوف ايه اللي بعده؟ الشاورمة اخبارها ايه بسم الرحمن الرحيمة فضل يا فني بص منظر الشاورمة عامل ازاي؟ شوف الالوان شوف شوف لسه بقى البصل بالكرمل ده هنحط جزء منه جوا وجزء التاني هيبقى في قلب الساندوش لو حبينا هتنفرق جدا والله يا فني اه بص البصلية دي كده نطلع بقى من على النارة اللطيفة دي خلاص كده خلصنا شكرا ايجي حط عندي الطباط من الفرش من هنا لا محطهاش عندي في الاول خالص وقدي حبة البقدونس بتوع الفرش واجه اروح مقلب اخر تقديمة حلوة كده ربع كيلو لحلة مفرومة تشكيلة الخطاب الحلوة بتاعتنا عملنا شاورمة في منتهى البساطة شايف المنظر عامل ازاي؟ فيش حاجة نازلة منها كله كنك عسيخ كل الدهون اللي موجودة حتى جواها منها فيها حاجتها بين البهارات اللي موجودة التدبيلة وده شكرا عايزة عاملها ساندوشات ماشي اطلعها بعد مكرونة برضه ماشي اطلعها عندي في رز ماشي كل حاجة نفسنا فيها ان شاء الله ماشي وابدأ هغرفها على وش البطاطس بسم الله مش بس الكاب تتزاود معها كمية لا هو كله لما يحط مع بعضه تستهيب عالي 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 كده اهو بالهنة والشفة نشوف كده نكون عملنا طبقين شاورمة او نص كيلو شاورمة عانوا معايا طبقين ازاي عالكم شايفين بص المنظر عامل ازاي؟ ساندوشات يا باشا وبالهنة والشفة يلا عشان ما اقتلش عضلاتكم قادل عيش اهو ده ينفع عشان ينفع غادة ينفع اللي احنا نفسينا فيه بالهنة والشفة حضراتكم اشترك في بقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين ارش وبقات سانوية بتبدأ من 149 جنيه وتسعة وتسعين ارش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة